ما تزال الطريق طويلة مع فيروس كورونا الذي يبدو أن خانة المئات في تسجيل عدد الإصابات اليومية في ليبيا أصبحت ملاذا له 123 إصابة جديدة أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض هي نتيجة تحاليل 1074 عين لتظهر النتائج على نحو 66 حالة جديدة و 57 حالة لمخالطين فيما يزداد الوضع الوبائي خطورة في مدينة طرابلس التي باتت تحصد أكبر حصيلة يومية في عدد الإصابات المركز الوطني بتفصيل الوضع الوبائي أعلن تسجيل 48 حالة في طرابلس و 15 حالة في جنزور فيما سجلت 14 حالة في مدينة زليتن و 31 حالة في مصرطة أما ترهونة فسجلت 11 حالة وحالة واحدة في كل من الأصابع وصرمان والخمس وقصر الخيار وفي ومضة أمل تبزغ مع وجود الفيروس يستمر تسجيل حالات شفاء في مدن ومناطق مختلفة بليبيا فقد سجل تعافي أربع حالات داخل مدينة زليتن وحالتين في مصرطة بينما أعلن المركز عن تسجيل حالة وفاة واحدة في زليتن لجنسية غير ليبيا مع تخطي إجمالي الإصابات في ليبيا حاجز الـ 2500 إصابة بزيادة لا تقل عن 100 إصابة يوميا 510 منها تعافت و 58 حالة وفاة يناشد المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وازدحام المحال التجارية والأسواق والمخابز من قبل المواطنين لتوفير احتياجاتهم يناشدهم لالتزام بالإرشادات الوقائية والاحترازية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس